موسيقى صرح بأن الاجتماع تناول التعاون مع الشركة الفرنسية للتشغيل وإدارة المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية كمشاغل ذي خبرة عالمية في هذا المجال وقد وجه السيد الرئيس بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية ليعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ وبهدف الوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بما يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية كما أكد السيد الرئيس أن حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر أصبح يمثل فرصة كبيرة وسوقا واعدا لاستقبال كبريات الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات التنموية والتي تتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ككيان واحد بدءا من مراحل الاتفاق والتعاقد وصولا إلى الخطوات التنفيذية من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لشركة تاسي ام اي الفرنسية بمناخ الأعمال في مصر مؤكدا تطلع الشركة للتعاون مع الجانب المصري في إدارة الموانئ وكذا التوسع في نطاق عمل الشركة ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات إضافية في موانئ أخرى بجانب ميناء الإسكندرية وموضحا اعتزام الشركة الفرنسية إنشاء مركز تدريب تكنولوجي لتأهيل الشباب على العمل في قطاع النقل البحري واللوجستيات وذلك في إطار اهتمامها بصقل ورفع قدرات الكوادر المصرية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق عبد المنعم الطراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض مخطط تطوير شبكة السكك الحديدية وربط مصارات القطار الكهربائي الجديد بخطوط السكك الحديدية القائمة حاليا وقد وجه السيد الرئيس بالبدء في التنفيذ الفوري لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية بإضافة مصارات جديدة من خطوط القطار الكهربائي فائق السرعة مع ربطها بشبكة القطار القائمة مشددا سيادته على أهمية تلك المنظومة كعمل أساسي لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التكامل بين عناصر التنمية في كافة المجالات على مستوى رقعة الجمهورية من مناطق صناعية وزراعية ومدن ومجتمعات عمرانية وربطها بالموانئ الجديدة والمراكز اللوجستية أخذا في الاعتبار التزايد المتوقع في الإقبال على استخدام وسائل النقل بالنظر إلى الجهود التنموية الضخمة الحالية والمستقبلية بالدولة وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض مخطط إنشاء الشبكة الجديدة للقطار الكهربائي السريع ومنظومة المحطات المركزية التبادلية للربط مع الشبكة القائمة وكذا المحطات الرئيسية والأقليمية الموزعة على مجموعة الخطوط للقطار الكهربائي للربط المناطق والاتجاهات الجغرافية الرئيسية للدولة بمسارات جديدة تمتد من العين السخنة إلى العالمين الجديدة ومنها إلى مطروح وكذلك من مدينة السادس من أكتوبر إلى أسوان ومن الغردقة إلى الأقصر بإجمالي طول حوالي 1795 كيلومتر كما تم عرض جهود تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية بكافة مكوناتها بما في ذلك تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من عربات جديدة لنقل الركاب والبضائع بالتعاون بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع فضلا عن الإجراءات الحالية المتخذة والخطط المستقبلية لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية والتي تشمل مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة فضلا عن استعراض جهود تجديد وصيانة شبكة السكك الحديدية ورفع كفاءة الورش وتطوير المحطات على مستوى الجمهورية